الشخصية ومن وجهة نظر ملعب الاهلي ليه التحكيم مواصل للأمر اللي وصلنا لي ده؟ من وجهة نظر الشخصية نتظرونا وخليكم معنا النهاردة كمان هيبقى فيه تاريخ موصق للأهلي وسودسيات الأهلي عبر تاريخه سواء كان محليا أو إفريقيا كلها في تفاصيل الأهلي النهاردة خمس مباريات نقول نتائجهم وهنشرحهم بالتفصيل والأمور الفنية التفصيلية مع نجمنا في تشكيلة ملعب الاهلي النهاردة كابتن عادل طعيمة، كابتن تاريخ العشري وكابتن أحمد بلال في الجزء الثاني من ملعب الأهلي إليكم التفاصيل النهاردة في أولى مباراة اليوم كان حرس الحدود بواجه الاتحاد السكندري واحد واحد النتيجة مصطفى جمال الحرس في ديئة 96 أو 97 بدربة جزاء مشكوك في صحتها تماما إن لم تكن ليس لها علاقة بدربة جزاء بيحسبها جهاد جريشة وكان موجود خالد أمر أحرز للاتحاد السكندري في ديئة 58 وتعادل في ديئة 97 مصطفى جمال من ضربة جزاء مشكوك في صحتها لصالح حرس الحدود تاني اللقاءات النهاردة مباراة في منتهى القوة ومنتهى الندية والجمال جمعت ما بين الانتاج الحربي وبيتروجيت اتنين واحد لصالح الانتاج الحربي وتفوق لمختار مختار كل الناس عظيم سلام لمختار مختار بالإمكانيات اللي معاه والقدرات اللي معاه والأمور اللي تكاد تكون مش كبيرة أو في عالم كرة القدم بيتصدر الدوري بعد الأسبوع السادس في غياب الأهلي اتنين واحد عن طريق محمود كابونجا ومحمد رجب بعد ما كان متأخر واحد سفر التعاق أو الهدف جاء في ديئة 59 لبيتروجيت عن طريق محمد فييرا وتعادل كابونجا بعد نزوله بديئتين أو تلاتة في ديئة 85 وأضاف محمد رجب الهدف الثاني في ديئة 92 الماولين بيحق أفوز غالي ومستحق على سموحة اتنين واحد عن طريق هداف الدوري أحمد علي في ديئة 34 وديئة 59 ويوصل أحمد علي للهدف رقم خمسة بالنسبة له ويتصدر بقيمة هداف الدوري برصيد خمس أهداف شالونجو كان أحرص هدف سموحة في ديئة 86 مصر مقصة بيتفوق على وادي دجلة 1-0 الهدف عن طريق أو اتنين واحد آسف اتنين واحد الأهداف كانت رجب أمران وتروري وكان وادي دجلة أحرص محمود مرعي الجونا بيتعادل في لقاء في منتهى القوة والحماس من الثانية الأولى ولحد الثانية الأخيرة ما بين بيرامتس والجونا بهدف لهدف عن طريق أحمد سعيد أوكا وكمان تعادل كينو أحسن أحسن لاعب في الدوري حتى الآن كينو البرازيلي هو أحسن لاعب وأفضل لاعب في الدوري المصري حتى الآن بوش رجلي عالمي ما يحرزوش غير فنان في كرة القدم هو كينو وبرامتس يتجرع من نفس الكأس اللي شرب منه الأهلي من أسبوع أو آله من أسبوع بهدف صحيح 100% لكينو اللي هو بطل اللقاء النهاردة سواء بيحرزوا للأهدف هدف التعادل في الدية 95 أو 96 من اللقاء أو الهدف الملغي هدف صحيح لبيرامتس هدف صحيح مفيش كلام لبيرامتس في الشوت الأول تقريبا في الدية 41 أو 42 وضرب الجزاء من وجهة نظر الشخصية أنها صحيحة لصالح برضو بيرامتس في الشوت الثاني كان بطلهم كينو أحرز هدف اتحسب وأحرز هدف ما اتحسبش ولوه ضربة جزاء تعادل بيرامتس بهدف لهدف وكان لقى حقية في ضرب الجزاء ولقى حقية في هدف صحيح 100% ويشرب من نفس الكأس اللي شرب منه الأهلي كمتصدر للمجموعة مع الأهلي أو تصدر للدوري مع الأهلي ويبقى الزمالك منفردا بلا أخطاء تحكمية حتى الآن لكن كل الناس اللي بتنافس على المقدمة سواء كان الأهلي أو البرامتس أو حتى الانتاج الحربي رغم من تعرض الانتاج الحربي أو تعرض الأهلي لأخطاء تحكمية فادحة في مباراة الانتاج الحربي قدت للتعادل 0-0 دي كانت نتائج النهاردة في اليوم الثاني في الأسبوع السادس عايزة أقول بس شوية نقطة في منتهى ترجمة نانسي قنقر